مدينة مرموقة تحمل من المميزات والطباع الكثير ما بين طابع ثقافي وفني وسياسي بل وحتى ديني ولربما عاد ذلك إلى التركيبة السكانية الفريدة لقاتني تلك المدينة التاريخية إنها روما التي لا تشبهها مدينة أوروبية أخرى حيث تعود قصة تأسيسها في الحادي والعشرين من إبريل عام 753 قبل الميلاد إلى أساطير كثيرة من بينها تأسيسها على يد أخوين توأم من سلالة أمير ترواضا إينيس هما روميولوس وريموس أحفاد الملك اللاتينين نيوميتول المدينة الغنية بالعديد من المعالم التاريخية والثقافية اعتاد أهلها أن يعيشوا على طريقتهم الخاصة فهم ليسوا ببرودة الإنجليز ولا صلافة الألمان ولا عنجهية الفرنسيين ولا تزمت السوسريين ولربما كان ذلك من بين الأسباب التي جعلت منها مركزا لقيادة العالم كله لبضعة قرون كما أن الإمبراطورية الرومانية أخذت اسمها من اسم المدينة قبل أن تنتقل عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة في حدث لم يمنع المدينة من أن تكون عاصمة حاضنة لعديد من أبرز فناني ومفكري والقادة في عالمنا القديم لكن عالمنا المعاصر رفع راية العصيان في وجه شعب روما بل دولتها التي تزيد من رونق المدينة بعد أن اكتاحت أمواج فيروس كورونا العاتية هدود إيطاليا وعاصمتها ضاربا بعرض الحائط كل اعتبار تاريخي أو عاطفي فأوقع في إيطاليا وعاصمتها ذات العبق التاريخي عشرات آلاف الوفيات ومئات الآلاف من المصابين وأحالها إلى مدينة خاوية على عروشها لا يكاد المرء يصدق أن ملايين البشر يسكنونها علمنا التاريخ على مر العصور أنه غير مؤتما للأحداث والدوائر لكنه لا يلبث في كل مرة أن يجدد التأكيد على أن المدن العاتيقة لها من الخبرات والتجارب ما يمتلكه البشر بل أكثر منهم لتصبح عودة روما إلى رونقها ومكانتها الطبيعية بين مدن العالم قاطبة يقينا لا يقبل أي شك